السلام عليكم وبركاته و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة ادفانس باور كويري النهاردة هنشوف ازاي ممكن نعلم نفسنا دوال ام وهتستغرب لما اقولك ان احسن طريقة تعلم بها نفسك انك تستخدم ال باور كويري اداتر او محرر ال باور كويري النهاردة هناخد مثال بسيط جدا مثال عبارة عن جدول واحد في كولوم واحد بس مجموعة من التواريخ ومطلوب مننا نعمل حاجة بسيطة جدا ممكن جدا نعملها بمنتهى البساطة على محرر ال باور كويري بس هنستغل المثال ده عشان نشوف ازاي نبص على ال باور كويري اداتر ونتعلم ننفذ الكلام ده باستخدام دوال لغة ام هنشوف مع بعض تسع دوال تلاتة مرتبطين بالتكست او مجتسام وثلاثة مرتبطين بالتواريخ ممكن تعليهم ديت فونشنز وثلاثة مرتبطين بالجداول او ممكن تسميهم التابل فونشنز خلينا نروح الوقتي على ال اكسل ونشوف ازاي باستخدام محرر باور كويري هنعلم نفسنا تسعة من دوال ام فونشن يلا بينا نشوف مع بعض المثال النهاردة في منتهى البساطة لكن احنا هنستخدمه عشان نحاول نشوف ازاي ممكن نعلم نفسنا او نتدرب على دوال ام لانجوج المثال كما ترى تابل في مجموعة من التواريخ لو بصيتها تحت خالص بتتكلم في حوالي 30 لين مش اكتر ولو فتحت الفلتر ستجد ان لدي تواريخ من 2017 ل 2018 وكما ترى متوزعة على حوالي 15 شهر المطلوب ان اعمل جدول زي ده استخدم باور كويري عشان اعمل جدول زي ده عندي كولوم فيه المونت بولير وعندي على يمين تجميع التواريخ اللي ظهرت في كل شهر من الشهور ده طبعا زي ما انت شايف من التكلم في حوالي 21 الاجماري 21 رغبا التابل لو حرك بصيت هتلاقي فيه 31 معنى كده ان في بعض الايام ما اخدتهاش والايام اللي ما اخدته دي ما هي الا الويك انز يعني انا استبعدت كمان الويك اند دي بقى انا اللي عملته عملت تجميعه كل شهر ظهر فيه كام يوم من التواريخ دي بعد استبعاد الويك اند او الجمعة والسبت تعالى بقى نروح على الباور كويري ونشوف هنعمل ايه الجدول بتانى دلوقتي على الباور كويري وزي محرك شايف على يمين ما عنديش خطوطين بس مفيش مشكلة في الاتنين اللي انا عملته ان انا اخدت الكويري مرتين يعني انا اخدت كوبي كمان من الكويري دي لو بسيط على الشمال هتلاقي list of dates دي اسم الجدول وبعدها كلمة editor يعني الكويري دي هنشتغل بها باستخدام الادتور او باستخدام محرر باور كويري والتانية اللي اسمها ام كود دي اللي هنشتغل فيها باستخدام الام كود اللي هعمله ان انا هشتغل خطوة بخطوة هروح انفز حاجة هنا في الادتور بالمحرر باور كويري واشوف اتعملت ازاي وحاول اعمل نفس الكلام باستخدام الام كود عشان اتعلم ازاي الفونكشن بتكتب تعال نقول اول خطوة محتاجين نعملها واول خطوة اكيد ان انا اجيب الشهر وطبعا دي خطوة بسيطة عملناها قبل كده باستخدام الباور كويري فهروح اعطوه على اد كولم من اد كولم هروح الحتة بتاعت الديت وهاختار ديت وقال له سمحت الديني الشهر هاختار منث بس مش رقم الشهر عايز name of month اول ما هاختار كده هتلاقي على طول الديني عمود جديد وفيه month name طيب تعال نشوف هو عمل كده ازاي طبعا استخدم سيبك دلوقتي من تفاصيل ازاي عمل date dot add column لكن انا يهمني الفنكشن دي ازاي بيجيب month name بيجيبها بفنكشن اسمها date dot month name طبعا من اجمل الحاجات في ال power query ان الام language معمولة بحيث ان الاسامي بتعبر فعلا عن الوظيفة اللي بتاديها فdate dot month name بتعمل ايه بتجيب month name تديها تاريخ تديك month name فتعال نحاول نعمل نفس الكلام ده هناك هارجع على الكويري التانية بتاعت الام code لكن المرة دي هابدأ على طول من add column وحروح اقول له لو سمحت انا عايز custom column هيفتح لي custom column window وخينا في الوقت الحالي ما نغيرش اسم ال column اللي هو كتبه هناك احنا قلنا اسمها ايه اسمها date dot month name اهي اختيار موجود هفتح القوس محتاج مني date double click وحقفل ودوس اوكي اداي نفس الحاجة بالزبط باستخدام الام language انا فهمت الام language وطبقتها طبعا عشان انا شغال من جوة add custom column فهتلاقي في formular bar هو كاتب لك تابل ودقات column تقريبا عمل نفس الحاجة اللي موجودة هناك تعال نرجع ونحاول نكمل طيب هل انا عايز january مكتوبة بالكامل ولا محتاج منها جزء بس لا انا محتاج يبقى عندي jan feb march وهكذا عشان اعمل كده هاختار ال column اللي فيه month name المرة دي من transform هروح على حاجة اسمها extract من extract هقول له سمحت عايز first characters وحقول له انا عايز اول ثلاثة characters بس ودوس على اوكي عمل لي خطوة تانية كده بقى عندي خطوتين بعد change type وزي ما انت شايف باتjan feb march وهكذا وتعال برضو نحاول نتعلم الفنكشن اللي استخدمها الفنكشن اللي استخدمها اسمها text.start text.start بتطلب منك text ويقول لك انت عايز كام حرف من البداية بالزبط شبه مثلا left الموجودة في ال excel وطبعا اكيد هتفكر طالما في text.start اكيد في text.end فتعالى ناخد دي الاول وننفذها برضو داخل نفس ال column هنا طبعا انا عملت خطوتين هنروح على query بتاعت ال M وبدل ما اعمل خطوة جديدة ممكن اقوله لو سمحت اعمل لي edit هنا وقبل الفنكشن اللي كانت مكتوبة d.month name هاخد enter كده واشتغل على function اسمها text.start وافتح القوس وهاجي في الاخر اعمل كما وقوله لو سمحت انا عايز اول ثلاث حروف واقفر القوس وادوس على اوكي وصلنا برضو لنفس النتيجة بالزبط.تعالى بقى نرجع تانى ونجري شوية.خلاص احنا جبنا الشهر تعالى بقى نجيب السنة هاختار ال column هنا واروح على add column اقول له date لو سمحت هاتلي ال year بعد اما يجيب لي ال year نفس الكلام هروح على transform extract وقوله لو سمحت انا عايز تجيب لي last characters عايز اتنين بس عشان تبقى jan 17 jan 18 وهكذا هادوس على اوكي بقى عندي add jan 17 انزل تحت هتلاقي february 18 يبقى انا كده تمام محتاج كمان merge two columns عشان يبقى عندي column واحد في الشهر والسنة مع بعض هاختار month وادوس control واختار year right click وقول له لو سمحت اعمل لي merge columns موجودة هنا في النص هيقول لي عايز separator اه هقول له custom انا عايز احط بينهم dash وسميدي ال column ده month dash year وادوس على اوكي انا كده وصلت اعتقد لمرحلة مش بطالة بص عندي كام خطوة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لكن وصلت اللي انا عايزه تعال بقى نحاول نجري ونشوف الحاجات دي تتعامل ازاي ازاي عملنا insert year insert year عملنا باستخدام function اسمها date.year ده كان متوقع جدا ازاي جبنا اخر حرفين اللي هما 17 استخدمنا حاجة اسمها text.end وانا قلت لك ده شيء متوقع لكن خد بالك استخدم جواها text.from لانه في الاول لما جبنا السنة زي ما حاجة شايف هنا السنة كان شايفها ايه شايفها رقم فالاول حولها استخدم حاجة اسمها زي ما قلنا text زي ما حاجة شايف هنا text.from عشان يحولها الى text وبعد كده من التكست ده استخدم text.end عشان يجيب منها اخر حرفين تعال بقى نروح احنا على مكود ونعمل الكلام ده وطبعا ممكن اعمل كل الكلام ده جوه edit cost ابدأ اعمل edit اول حاجة محتاج افكر ازاي احط اتنين text جنب بعض عشان احط اتنين text جنب بعض محتاج اعمل حاجة اسمها concatenate concatenate مش محتاجة function محتاجة end زي الexcel بالزبط لو استخدمت وحطيت اتنين text جنب بعض حيحطهم لك على طول جنب بعض مفيش مشكلة فاستخدم الاند اخد بالك انا عايز كمان separator اللي هو dash فممكن بعد الاند اعمل double code و dash يبقى اي حاجة هتطلع لو دوست اوكي كده اي حاجة طلع جنبها dash يبقى ممكن احط and كمان واكمل يبقى add edit و and مرة كمان يبقى ادوس enter وابدأ اكمل اول حاجة عايزين نجيب رقم السنة باستخدام function زي ما قلنا اسمها date date dotier وده كان شيء متوقع date dotier عايزة مني date والdate موجود في الكلام الوحيد اللي عندي اللي هو column date وهقفل القوس طبعا لو عملت اوكي كده هيديني error لانه بحاول اعمل concatenation ما بين رقم و text فمش هيوافق يبقى محتاج زي ما اتفقنا اعمل ادت مرة كمان وقبل date dotier اخذ واحدة enter واقول له text dot from وبعد كده افتح القوس واقفله في الاخر اعتقد كده مش هيديني error هادوس على اوكي فعلا adjan 2017 فضلي بس ان انا استبعد الاثنين والزيرو هعمل ادت مرة اخيرة وقبل text dot from هاخد واحدة كمان enter وابدأ اكتب الفنكشن اللي اسماها text dot end وبعدين افتح القوس وحاجي في الاخر خالص اخد كاما واقفل القوس وادوس على اوكي ده بالزبط الحركة احنا عايزينه adjan 2017 وبينهم dash فضل بقى ادي اسم مضبوط للقلم المرة دي بقى على طول ده ممكن نسميه month dash year year وبعد كده ادوس على اوكي وكمان ممكن اغير type لو دخلت هنا من جور formula bar واخترت اخر حاجة خالص قبل القامة الاخيرة القامة الاخيرة دي بتاعت وعملت قامة وغتبت type وبعدها كلمة text ودست على check mark هتلاقي ادي كمان يبقى احنا كده وقفنا في نفس المكان بالزبط هنتعلم بقى حتة كبيرة شوية هنتعلم table.selectros وازاي ممكن اعمل filter فتعال مع بعض نشوف ازاي لو تفتكر انا كنت محتاج اعمل filter عشان اخرج ايام week end محتاج اخرج الجمعة او septem طبعا عشان اعمل الكلام ده باستخدام user interface او power query editor او محرر power query فانا محتاج انا اول اجيب الايام فبنفس الطريقة add column ومن date هاتلي day وعايز name of day فجاب لي ادي الايام ايام ربنا سابت بعد كده هعمل filter هاختار من هنا على طول واقول له استبعد لي friday واستبعد لي saturday وحادوس على اوكي طيب تعال نرجع تاني الخطوة اللي قابليها ده طبعا عملنا كامدة على خطوتين الخطوة اللي قابليها على طول استخدمنا برضو متوقع جدا طالما في date dot here اكيد في حاجة اسمها date dot day of the week name وطبعا لما بديها date بتديني اسامي ايام ربنا زي محرك شاف كده بالظهر بعد كده خطوة تانية اسمها filter rose ولو فتحت formula war برضو هتلاقي استخدم function جميلة جدا هتستخدمها كتير قوي لو فهمتها اللي هي date dot select rose واحنا قررت استخدمناها كتير في السلسلة اللي احنا اشتغلنا عليها وكل اللي عملوا انه راح قال له انا عايز تبصري على day name ويكون لا يساوي اكبر منه اصغر من عكس بعض كده معناها لا يساوي friday واستخدم كمان اند عشان محتاج two conditions وقال له انا عايز برضو day name لا يساوي saturday ازاي احنا بقى ممكن نعمل الكلام ده باستخدام الام language الحالة بتاعتنا بقى المرة دي مش هحتاج ازاود column اصلا انا حبدأ اشتغل على طول على خطوة جديدة الوقت احنا واقفين على الام code الفنكشن هنحط فيها الام code وده اخر حاجة وصلنا لها فانا محتاج اعمل الفلتر بشكل تلقائي وحتلاقي ان احنا مش هنشوف حاجة بتحصل قدامنا هوريك ازاي انا حبدأ على طول ادوسها ال fx وهعمل خطوة جديدة طبعا اول ادوس fx برفرنس الخطوة السابقة وبيدي عطول name اسمه او اسم تلقائي اسمه custom one وحبدأ اقول له على طول انا عايزك تعملي فلتر وعشان تعملي فلتر استخدم فنكشن اسمها table dot select rose وبعد كده افتح قوس وابدأ اشوف طلبتها الطلب الاولاني عايز stable ال as table فال table اللي هو اللي جاي من الخطوة السابقة اللي هي added custom فما عندناش مشكلة وبعد كده قام طلب مني ال condition ال condition اتفاقنا ان احنا محتاجين نستبعد السبت والجمعة او الجمعة والسبت فمحتاج الاول اطلع من date اسم اليوم وبعد كده اقارنه زي ما حرق شفت قبل كده اقول له انت لا تساوي عايزك تكون لا تساوي مين لا تساوي جمعة او سنت عشان نعمل كده هستخدم الفنكشن اللي هو استخدمها الفنكشن دي اسمها date.dayofweekname اهي دي بالضبط الفنكشن احنا عايزنا قد بالك بس وكده كتب حاجة غلط نظبطها وبعد كده افتح قوس الطلب الوحيد للفنكشن دي ان انا اديها date اس date والdate موجود في column date عشان reference column date هفتح قوس مربع واكتب جواه كلمة date طب اعمل ايه بالdate ده اخد بالك انا هنا كل ده بحاول اديله condition طب ال condition هيبقى ايه انا عايز date ده يكون لا يساوي الجمعة تعال انجرب الاول الجمعة لوحدها فحقول له لو سمحت انا عايز ده لا يساوي friday وبعد كده اقفل القوس في الاخر يبقى انا كده قلت له روحت لي من date اسم اليوم اليوم بتاع ربنا وقارنه بكلمة friday وعايزك تستبعد اي friday انا هنا اكبر منه اصغر منه عكس بعض زي ما قلنا دي معناها لا يساوي friday وبعد كده هعمل check mark فهيديني error ليه داني error لان انا داخل table of sectors عايزو يعدي line by line على الجدول بالكامل ويعمل المقارنة دي على line by line يبقى لازم اقول له each قبل ما اديله condition وبعد كده اعمل check mark وكده فعلا اعمل filter نشوف عندنا كام line عندنا 26 line اللي قبلها كان عندنا 31 line يبقى تقريبا استبعد حوالي خمس ايام محتاج ازود الكنديشن ده واقول له بعدها end وكرر نفس الكنديشن ده بالزبط هختاره كله ctrl c وبعد كده ctrl v وهبدأ اكتف في الاخر saturday مكان friday عشان يستبعد اليومين وبعد كده check mark هتلاقي الايام نزلت الى 21 تعال نقارن باللي موجود هنا برضو الايام نزلت الى 21 خد بالك محتاجتش add اي column جديد زي محرك شايف كده الفلتر اتعمل من غير ما يحصل اي حاجة خيات دي اسامي الخطوات دي add custom rename ممكن نسميها month underscore year دي اللي جبنا فيها month وتعال هنا نقول له لو سمحت ده مسلا سميها لنا filter week end week days يبقى كده اعتقد احنا صفار تمام فاضل بقى ان احنا نعمل عملية group buy وتعال نشوف الكلام ده برضو الاول باستخدام محر ال power query كل ما محتاج اعمله اختار ال column اللي فيه month or year واعمل red click واعمل صمحت اعملي group buy مش هغير اي حاجة هو فعلا انا عايز month year ده ال column اللي حامل عليه عملية aggregation وال new column بس محتاجين ديله اسم ولياكم مثلا number of days وبعد كده يعمل operation a count row يعد عدد السطور اللي في كل subcategory فحقول اوكي واداني فعلا النتيجة النهائية باستخدام group buy بص بقى هو استخدم هنا ايه استخدم table.group buy طب تعال برضو حاول نفهمها اخدت ايه اخدت الاول زي ما حراك شايف كده الجدول السابق اللي هو filter rose month year ده اول ده الطلب التاني لو بصت كده هتلاقي الطلب التاني ما هو الا column بتاع الكريتيريا ال column اللي هيستخدمه في عماية التجميع بعد كده هتلاقي list جوه list زي ما حراك شايف كده في list جوه list ليه بقى list جوه list لاني ممكن اكتر من column انا في الحالة بتاعتي عندي column واحد فبالتالي الليستة الداخلية هي listة واحدة فاول حاجة ادي اسم ال column بعد كده بيستخدم برضو each وبعد كده بيستخدم functions اسمها table.ro count و ال underscore دي معناها دي بتعبر عن كل جدول او عن كل record فبالتالي بديله ال underscore وفي الاخر بديله type طبعا احنا ممكن نعمل الكلام ده برضو جوه ال M code نحاول نتمرن علينا نتاب نفسنا فبرضو هارجع ال query بتاعت ال M code وابدأ اعمل خطوة جديدة وهابدأ اكتب table.group ده اسم ال function اللي بتعمل group by اسمها table.group وبعد كده افتح قوس طالب مني جدول. الجدول هو بالضبط الخطوة السابقة وبعد كده عايز مني ال key ال key ده يعني ال column اللي هستخدمه في عملية ال aggregation في الحالة بتاعتي طبعا هو عايزه as text فممكن جوه double code اقول له month dash year يبقى ده ال column اللي هيجمع عليه وبعد كده كاما زي ما قلنا عملية ال aggregation لازم تكون جوه لستة فلستة جوه لستة يبقى حط اثنين carry bracket ال key bracket الداخلية هبدأ اقول له اسم ال column الجديد هدهوله جوه double code ال column الجديد هيكون اسمه number of days وبعد كده كاما الحاجة التانية اقول له ايه ال aggregation اللي محتاج يعمله محتاج ان هو يعد عدد السطور فهقول له table.rowcount ده اسم ال function وبعد كده هفتح قوس وحطه جوه ال underscore يعني كرر الكلام ده على كل sub table حراك هتنشئه لنا باستخدام ال group by وبعد كده قاما ممكن كمان ادده ال type المقصود به ال column type في الحالة بتاعتنا هيكون اسمه integer64.type اهو بالزبط ده اللي هو الرقم الصحيح او ال whole number وفي الاخر اقفل ال group by وعمل علامة الصح اداني برضو error وغالبا برضو عشان انا نسيت احط اتش هحط هنا اتش قبل table.rowcount يعني اعمل الكلام ده على كل جدول حراك هتلاقيه وبعد كده اعمل علامة الصح وزا ما حراك شايف كده بالزبط اداني نفس النتيجة identical تعال نسمي هنا وده اللي بيطل علينا ال number of days واندوس انتر وعندي كده زي ما حراك شايف الاثنين identical الفرق الوحيد بينهم ان دي عملتها في واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ثمان خطوات مقارنة بكم خطوة هنا طبعا انا بستبعد لكن عملت هنا واحد اتنين ثلاث خطوات مش كده وبس انا كمان اتعلمت اعتقد حصيلة جيدة جدا تسع دوال اتعلمناهم النهاردة اعتقد كمان شفنا طريقة ممكن بعد كده لما نحب نعمل حاجة ازاي نجرب الاول على power query editor وبعد كده ناخد الفكرة ونحاول نطبقها جوا الكود بتاعنا فيه هينزل ان شاء الله قريب ما عرفش الاسبوع الجاي او اللي بعده هينزل challenge بيتكلم برضو على موضوع وحتحتاج فيه معظم التي عملناها النهاردة فان شاء الله لما هينزل هرجع فكرك وقولك اتفرج على الفيديو ده اللي هو apq14 علشان هتاخد منه بعض الافكار وان شاء الله تعرف تحل شكرا جدا لوقتكو كالعادة لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمل لايك اشترك ويسيبلي تعليق وكمان اعمل شير الفيديو واشوفكو الفيديوهات الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته